تحت القسم مع سؤدة طارق شكراً لله أن أبقانا حتى الساعة شكراً لكم شكراً لكل من أتاح لنا فرصة إعلان خطايانا كلها أمامكم وعلى الملأ لعلنا نتطهر منها نعم سيد القاضي إنا صنيعة هذه المرحلة والمراحل السابقة هنا عندما هان كل شيء وسقطنا عندما سقط الجميع في العجز وقلة الحيلة سيد القاضي ها نحن نمثل أمامكم للمرة الأخيرة في هذه السنة سنة دفعتنا لمراجعة أنفسنا ومواقفنا وحياتنا كلها نراجع البارحة واليوم من أجل الغد غد يحمل لنا طوق نجاة حقيقي ورأينا أن نصحقه دون أن يهتز لنا طرف فكان لابد لنا سيد القاضي أن نقف هنا أمامكم لنقول لكم إن اغتيال الغد جريمة كبرى ولا بد أن يحاسب المسؤولون الحقيقيون عن قتل أبنائنا أبناء عجزنا وقلة حيلتنا وإلا سيد القاضي وإلا فكلنا فاسدون كلنا فاسدون ولا نستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق الخانع لا مصلحة خاصة لدينا مع أحد ولا سابق معرفة بهم حتى نتقدم بطلب متولهم أمام عدالتكم لمسألتهم فهل هذا كثير؟ سيد القاضي ألا يخضعون للحساب والعقاب مثلنا؟ ولكي نكفر عن خطايانا كلها نعترف بأن لنا مصلحة في هذا الوطن ولدينا مستقبل نريد أن نحميه لا ندين أحدا فكلنا مدانون سيدي بحجم أدوارنا سيد القاضي نحن ومعنا المستقبل كله نلوذ بكم ونلجأ إليكم فأغيثونا ولنصلي جميعا لإله واحد إله العدل والإحسان فهل تنتصر لنا عدالتكم أم عدالتكم أصابها شلل؟